هوي بريس نحو إعلام هادف مصر وغزة بصفة خاصة مضيفة أقسم لكم بالله لو أنهم ساعدون وفتحوا الحدود بين مصر وغزة فهناك ما يمكننا القيام به قطعت وعدا والجيش جاهز بمجرد فتح الحدود والسماح لشاحناتنا بالدخول سنبني في ظرف عشرين يوما ثلاثة مستشفيات وسنرسل مئات الأطباء ونساعد في بناء ما دمره الصهاينة ونقسم لكم بالله نقسم لكم بالله العلي العظيم يالو كان ساعدونا وحلونا الحدود بين مصر وغزة وآثر هذا الكلام نوعا من السخرية عند بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين استغربوا تكريف الجيش بمهام الإغاثة وبناء المستشفيات وتغيب الحديث عن أي دور عسكري له في الوقت الذي كانت فيه غزة تحتاج إلى من يدافع عنها واعتبر آخرون أن خطاب الرئيس الجزائري ينخل في استراتيجيته الانتخابية مستنكرين استغلال القضية الفلسطينية في صراع الانتخابي وفي شأن داخلي يهم الجزائريين وهناك من قال إن موقف عبد المجيد تبون بالرغم من السياق الذي جاء فيه مهم ويعبر عن شجاعة وموقف مشرف فيما علق الباحث في شؤون الأمن القومي المصري أحمد رفعت على تصريحات الرئيس الجزائري بكون خطب الانتخابات الرئاسية تكون حماسية ومع ذلك فسر الرئيس تبون تصريحاته بأنها تعني الدعم في المساعدات التي سيرقلها بطبيعة الحال الجيش الجزائري جيش تحرير الجزائر أي الشقيق للجيش المصري وهي علاقات امتزجت في نسيج واحد لن تفلح معها أي فتنة وفق قوله هوية بريس نحو إعلام هادف